بقى حاجة مهمة جدا والكلام على مدار اللحظات السابقة بخصوص وليد سليمان وانا حوضح لحضراتكم صورة بخصوص وليد وليد سليمان امبرح بعد من الفرقة خلاصت مطش ابو إيري الأسمدة رجعوا على التتش تمام ووصلوا عملوا مسحة بالليل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة المسحة النتائجها كلها تلعت سلبية كل اللاعبين يعني سلبية النتيجة بتاعتهم فيما عادة وليد سليمان ما تأكدش إصابته بكورونا الناس اللي أجروا المسحة طلبوا أنهم يعيدوا المسحة لوليد سليمان تحديدا لأن العينة مش واضحة بالنسبة لهم وده أمر فني خاص بهم وهم يعني عشان برضو أنا بتكلم مع رجكم بالشكل الرسم طيب المسحة الجديدة إمتى لوليد سليمان اتعملت من حوالي ساعة ومص قبل دلوقتي قبل ما اتكلم مع حضراتكم هتطلع على نتيجتها إمتى الرسمي بخصوص وليده يطلع بكرة الصبح بكرة الصبح يتم معرفة مدى حالة وليد سليمان هل هي إصابة فيروس كورونا إجابية لقدر الله أم سلبية أنا بتكلم مع حضراتكم بالتفاصيل لأنه في بعض المواقع وبعض الصفحات وناس كتير جدا قالت إن وليد عنده خلاص فيروس كورونا وكلام مندي حيتم عزل اللعب خلال الساعات الحالية مؤقتا أو يعني كإجراء احترازي لحد ما تطلع النتيجة بشكل مؤكد بكرة فبالتالي وليد سليمان هو اللعب الوحيد اللي هتتعدله المسحة بتاعته فيما عدا ذلك لأن فيه ناس كتير برضو قيتلك لا ده موضوع انتشر في فرقة وفيه عدد من اللاعبين وناس قيتلك أيمن ومش عارف رامي وكلام من ده لا كلهم سلام والمسحة بتاعتهم سلبية 100% الكلام بس على وليد حيتضح موقفه بكرة بإذن الله تعالى هالمسحة إجابية أم سلبية إن شاء الله بإذن الله تطلع سلبية بالنسبة لوليد سلمان وده توضيح مهم جدا أنا وضحته لحرارتكم بخصوص وليد لأن الكلام كتير جدا على وليد خلال الدقاء اللي فاتت دي ده بخصوص حالة المصابين بشكل كامل ووضحت لحرارتكم كل التفاصيل الخاصة بها اشتركوا في القناة